التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الاقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين واعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط بين القوات المسلحة المصرية واللبنانية وتطلعه ان تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية من جانبه اشهد قائد الجيش اللبناني بدور مصر الرائد في المنطقة ودور القوات المسلحة المصرية في تطوير قدراتها القتالية للحفاظ على امن مصر القومي وكانت قد اجريت مراسم استقبال رسمية لقائد الجيش اللبناني بمرافقة الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة بما قر الامانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين كما التقى الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تحظى باهتمام الجانبين المصري واللبناني في ضوء علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة